ليس كل ما يلمع ذهباً وليس كل من يحضر المشاورات جاداً في السلام فوقائع أرض الحديدة تتناقض والأنباء الواردة من السويد حيث تحضر ميليشيا الحوثي جلسات سلام بينما تمارس على الأرض هوايتها المفضلة قتل المدنيين في قرية النخيلة التي تقع على مدخل مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة لم يسمع المواطنون هنا أصوات سلام الحوثي بل قذائفة التي خلفت دماراً في النفوس والمباني كان الاستهداف المنازل حق أبي وحق أخي وحقي من قبل الميليشيات الحوثية وتشريد المواطنين وحتى هاجروا البيوت حقهم ونزحوا منها وخربوا لهم وفق المركز الإعلامي لقوات العمالقة فإن منازل سكان قرية النخيلة استهدفت من قبل ميليشيا الحوثي التي قصفت القرية بشكل عشوائي مستخدمة قذائف الهون وتوثق الصور حجم الدمار الذي لحق بعض بيوت المدنيين والأضرار التي لحقت بمنازل أخرى مصادر محلية أكدت سقوط العديد من المدنيين قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال ومسنون نتيجة القصف المتكرر من الميليشيا التي عادة ما تستهدف الأحياء السكنية في مناطق الساحل الغربي المحررة استهداف ميليشيا الحوثي سكان المناطق المحررة يعتبره مواطنون انتقاما متعمدا في الوقت الذي يدلل بحسب مراقبين على عدم جدية ميليشيا الحوثي في القبول بتسوية سياسية ما يجعل حضورها مشاورات السويد بمثابة تغطية على جرائمها المستمرة بحق المدنيين